بعد عامين من الزواج علمت الزوجة الصالحة أن الله رزقها بالحمل فحمدت الله كثيرا وعندما جاء موعد الولادة ذهبت إلى مستشفى خاص وكان بها طبيب يخدع النساء ويخبرهن أنهن بحاجة إلى عملية قيصرية حتى يأخذ أجرا أكثر من الولادة الطبيعية فأخبر الزوجة كذبا بأن الجنين في حالة خطرة والحبل السري قد التف على رقبته ولا يوجد توسع بالرحم لكي يجبرها على الموافقة بإجراء العملية القيصرية ثم تركها تفكر وذهب إلى مكتب الأطباء لاحتساء القهوة وبينما هو كذلك سمعت إحدى الممرضات زوجة هذه السيدة يقول لها لا يوجد لدينا إمكانية لدفع مبلغ كبير الله يعلم كيف دبرت هذا المبلغ لأجعلك تلدين بمستشفى خاص تأثرت الممرضة بما سمعته من كلام الزوج وشعرت بالمسئولية أمام الله إن لم تخبر الزوجين بالحقيقة وأن الزوجة تستطيع أن تلد ولادة طبيعية ورغم علم الممرضة أنها سوف تطرد من العمل إذا علم أحد بما يدور في ذهنها إلا أنها تذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك وبدون تردد توجهت نحو الزوجة وقالت لها سوف أساعدك على أن تلدي ولادة طبيعية بإذن الله اذهب إلى هذا الطبيب وأخبريه أنك لا تريدين الولادة هنا بالسبب التكاليف الباهضة وأنك ستذهبين الآن لمستشفى حكومي وعندها سيخبرك بأن الولادة ستكون طبيعية حتى لا يخسر كل المال نفذت الزوجة ما قالته الممرضة وأثناء ما كانت الزوجة في حالة طلق شديد أخذت تدعو للممرضة بطريقة جعلت الممرضة تبكي بكاء شديدا وحدثت إرادة الله وتمت الولادة الطبيعية وفي وقت قليل ومع سماع بكاء المولود عادت الزوجة ودعت للممرضة مرة أخرى ولمدة عشر دقائق ظلت الزوجة داخل المستشفى طوال اليوم والممرضة تقوم برعايتها ورعاية طفلها وفي المساء فوجئت الزوجة بالممرضة تحتضنها وتقبلها بكل حب وتخبرها أن أسرتها أخبرتها بأن شابا تقيا تحدث معهم منذ ساعات ويريد الزواج بها بعد أن أصبح عمرها ثلاثين عاما من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فرحت الزوجة كثيرا للممرضة التي قررت الذهاب إلى مدير المستشفى ونقابة الأطباء لتخبر الجميع عن سوء استخدام الطبيب لمهنته واستغلالها في إرهاق المرضى ماديا والإضرار بهم صحيا ونفسيا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يثيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما الله صلي على سلام محمد